اهلا بكم يوم مبارك يعيشه لبنان فصح مجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي واحد شعانين لدى تلك التي تتبع التقويم الشرقي وبين العيدين ينتظر لبنان قيامته ويأمل انتصار ارادة الحياة لدى ابنائه ونهاية درب الجلجلة في يوم الفصح تبدو ارض صاحب القيامة الحقيقية اسيرة الاحتلال بابشع صوره حيث يمارس كل صنوف الظلم على صاحب الحق الفلسطيني من جبل الزيتون والطور الى غزة هاشم والقدس حيث المعتكفون في رحاب المسجد الاقصى وما بدلوا تبديله هؤلاء المرابطون تعرضوا في الساعات الاخيرة لموجة جديدة من اعتداءات واستفزازات المستوطنين المحميين من شرطة الاحتلال لكنهم لم ولن يستسلموا لكل هذا التنكيل بهم هذا على الضفة الفلسطينية للمواجهة اما على الضفة السورية فكان اطلاق صواريخ عدة باتجاه الجولان المحتل وذلك بعد ايام على ما حصل عند المحورين الاسرائيليين مع لبنان وغزة هذا المشهد توقفت امامه وسائل الاعلام العبرية مشيرة الى نجاح اعداء اسرائيل في ربط الجبهات بشكل محكم على الجبهة الدبلوماسية تتسارع الخطوات السعودية والايرانية لاعادة العلاقات بين البلدين الى مسارها الطبيعي تنفيذا للاتفاق الذي توصل اليه في بكين وبعد قيام وفد فني سعودي بزيارة طهران تحضيرا لاعادة فتح سفارة وكنسولية للمملكة في الجمهورية الاسلامية يستعد وفد تقني ايراني لزيارة الرياض في الاسبوع المقبل بهدف مماثل وبدفع من اتفاق من بكين حتى في صنعاء وفداني سعودي وعمني سعيا وراء تحقيق هدنة قبل عيد الفطر تأسيسا لانهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثماني سنوات ترجمة نانسي قنقر